نكبة الحرب الفادحة في المخى أربعة أعوام والعديد من المدارس الأساسية والثانوية في المناطق الشرقية لمدرية المخى الساحلية التابعة لمحافظة تعز مغلقة دون أن يحرك ذلك أي اهتمام لدى القائمين على التعليم في هذه المدرية أكثر من ثلاثة آلاف طالب وطالبة أغلقت دونهم عشر مدارس بنيت من أموال المانحين والأسباب بعد مرور ثلاثة أعوام من التحرير تعز إلى اختلال كبير في أداء مركز التربية في مديرية المخى التي لم تقدم أي حلول جادة من أجل استئناف الدراسة في هذه المدارس جمع المدارس مش لشرطة المغلقة حتى المفتوحة ونعمل كورشة عمل نحدد من خلالها احتياجات عشان نفتح المدرسة إيش الاحتياجات ونناقشها بشكل كبير بحث نحن نخرج بمخرج المخرج هذا نعرضه على الجهات المولى الداعمة المسؤولين في داخل مديرية المخى نسوقها إيش احتياجاتنا وإيش ممكن يساعد إحنا فيها تشمل المدارس العشر المغلقة كل من البواكر والهليبي والزهاري والشاذلية وسعيد بن جبير وجابر بن عبد الله والجيل الجديد بالكديحة والجوفين والفقيد السيراجي بالإضافة إلى مدرستين نهضة والشهيد زيد عيون في منطقة الهامل التابعة لمديرية موزعة عمر هذه المدرسة أكثر من عشر سنوات وهي جات من منظمة عالمية ولن يصل إلينا من الدولة حتى أستاذ واحد حتى أستاذ واحد أو كتاب واحد قبل أربعة أعوام تحولت هذه المدارس إلى ثكنات ومقار لمقاتل ميليشيا الحوث الإنقلابية لكنها لم تصبح أحسن حال بعد أن تحررت هذه المناطق من الميليشيا منتصف 2017 لم ينسى هؤلاء الطلاب ذكرياتهم الجميلة في مدرستهم هذه رغم اضطرار بعضهم لقطع مسافات طويلة لبلوغ أقرب مدرسة من أجل تلقي التعليم هذا الطالب يعاود كتابة اسمه على طاولة تشهد على تراكم الإهمال الذي يطال هذه البنى الرائعة لمدارس الأرياف الشرقية لمديرية المخى أزمة التعليم في المخى لا تقتصر على المناطق الريفية للمديرية فحسب ففي مركز المديرية هناك العشرات من الطلاب والطالبات المحرومون من الدراسة بسبب الضغط الهائل على مدارس المدينة نتيجة زيادة أعداد الطلبة عن الطاقة الاستيعابية للمدارس إلى جانب أن 90% من كادر التدريس من المتطوعين الذين ليست لديهم مؤهلات جامعية